الآلية الموجودة الآن في البيت الشيعية موجودة في البيت الكردي هناك إصرار من جهة معينة وتحاول إقصار جهة معينة من نفس الحالة؟ يعني الديمقراطي حاول إقصار الاتحاد صحيح سيد صباح؟ نعم صحيح سيد صباح تحاول إقصار الجهة الأخرى؟ فضلت جاوب؟ لا وهو حقيقة هناك اختلاف فارق كبير في مسألة نعم هو الإطار التنسيقي عندما يتحدث عن أنه نفس الحالة يمكن تطبيقها على الديمقراطي والاتحاد هذا الشيء غير صحيح لأنه نحن نعتمد على آلية وأساس ديمقراطي وهو الاستحقاق الانتخابي الإطار التنسيقي دائما يركز على مسألة كتلة الأكبر متى أصبح صباح؟ متى هذا العرف أصبح أحد سياق؟ هذا العرف أصبح ديمقراطي لا سيدك سيدك إذا كان عرف ديمقراطي فلماذا لم تعملوا بإحقارة الماضية؟ فالفترة الماضية هناك 18 سنة مرة الفترة الماضية 2018 صارت نفس المشكلة 2018 صارت نفس المشكلة نعم نعم صارت نفس المشكلة كنا نحتاج إلى هذا أن نكسر هذا العرف الحزبي هذا الأمر غير مقبول عالميا سياسيا علميا غير مقبول وأنتم لا تطالبون بالثار من اليكتي الآن تطالبون بالثار من اليكتي تريدون أن تثار من اليكتي؟ لا لا مثأر لا لا مثأر هذا مثأر هذا الشيء يجب أن نحن نركز على أن يكون المرشح هذا هو المبدأ الأساسي أن يكون المرشح ينبثق من داخل التوافق الكردي ليس بالضرور أن يكون من الديمقراطي أو من الاتحاد هذا هو المبدأ الأساسي الاتحاد الوطني لم يتفقوا على هذا المبدأ الأساسي وهذا المبدأ نحن لا نبحث عن المناصب لا نبحث عن هذا المنصب بالذات نحن نبحث عن آلية توافقية داخل البيت الكردي يجب أن يكون المرشح متفقا عليه ولكن مع الأسف الاتحاد الوطني يعني ضرب كل هذه المبدأ بالحائط وانتهى كل الأعراف الموجودة في داخل الإطار الذي نحن نعمل عليه من أجل الخروج من هذا المأزة يعني يتحدث سيادة النايب يقول لك ليش لازم يكون حصرا على حزب واحد يعني ليش ما هاليوم نقعد على طاولة وحدة ونختار رئيسه نذهب به إلى بغدار وتم التصويت وكنن ز�ونا الأزمة بيناتهم حتى مثلا هذا م كلامي كلام دكتور سعدون كلام دكتور سعدون نزيدون الأزمة على مد حلون الاتحاد الوطني ضمن الإطار التنسيقي بيتحالف الالتعام لا سيدتي نحن لا نعمل بهذا الاتجاه هذا كلام دكتور سعدون وتحدثنا مرارا وتكرارا وفي بيانات الإطار التنسيقي قلنا أن الموضوع كالتالي أننا مع وحدة البيت الكردي وأن تكون هناك تفاهمات واتفاقات ما بين الأخوة في المكون الكردي ويأتون إلى بغداد في شخصية يرتضونها تكون رئيس جمهورية إذن دماذا التركيز على السيد دكتور برهام يا سيدي كن على ثقة إذا اتفق البيت الكردي على شخصية معينة إذا اتفق وقالوا هذه الشخصية هي المرشح الأوفر حظا لنا فالإطار التنسيق هذا من عندي فالإطار التنسيق سوف يذهب مع الشخصية التي تترشعها إذا لم يتفق لماذا يذهبون إلى مرشح الاتحاد إذا لم يتفق على سبيل المثال الاحتمال الثاني إذا لم يتفق لماذا الوصول فضل فضل لماذا الاتجاه نحو الاتحاد حصرا هذا السؤال الذي نحتاج الإجابة عليه نحن بالنسبة ككتل سياسية وكأحزاب موجودة في العراق الآن وصار تقريبا دخلنا بالشهر الخامس ونحن إلى الآن لم نشكل حكومة والانسداد سائر به تجاهات لربما الله يعلم بخواتمها ونتمنى أن تكون الخواتم يعني مثل ما يتمنى الشعب العراقي لكن هناك عامل وهناك وسيط سوف يدخل لربما أنه الشهر الثالث سوف يدخل وسيط قوي جدا يجبر الكتل السياسي على أن تجس على طاولة منه تقصد قطاع؟ الوقت